بعيدة عن مسقة رأسها غريبة في بلادها نازحة قصريا بعد ان احتلت قوات النظام بلدتها واعتقلت زوجها وجدت نفسها وحيدة في مواجهة صعوبات الحياة وتأمين العيش لثمانية من عائلتها أصبحوا بلا معيل هذا هو حال أمش حادره المرأة الريفية الدمشقية والله يا خالتي نزحنا حالتنا تعبانة يعني من أصاص نحن حالتنا تعبانة عام تزكى علينا ونحن يعني عشرة نحن بالبيت ما في عنا شباب تصرف علينا معاناة أمش حادره تستمر فبعد استهداف منزلها المؤقت في إحدى بلدات الغوطة الشرقية فقدت اثنين من أبنائها اللذان كانا يعيلان العائلة وبقي منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة وبحاجة لمن يعيلهم هنا تزداد حياة أمش حادره وعائلتها قصاوة وقهرة عشرة حريم وعندي اثنين تعبانين معاقين ونحن حريم بالبيت ما في حدا يأدمننا وما في حدا يعطينا عندي أولاد اثنين توفوا ومع ازدياد معاناة هذه العائلة تكمن أمنيات أمش حادره وأحلامها في الخروج من الغوطة الشرقية باتجاه العاصمة دمشق آملة في إنقاذ ما تبقى من أولادها وإيجاد ما يسد رمقهم بعد أن ضاقت بهم الحياة وزاد حصار النظام وقصفه على الغوطة من معاناتهم أمش حادره ليست الوحيدة في غوطة دمشق الشرقية التي تعاني من مرارة الحصول على لقمة العيش ولكنها تتميز بصبرها مؤكدة أن اليأس لن يستطيع التملك منها وإنها ستواصل مشوار حياتها بكل ما تستطيع من قوة زارعة بذور الأمل في تربة الحصار والمعاناة علها تحصد مستقبلا مشرقا لما تبقى من عائلتها هذه المنجد أورينت نيوز غوطة دمشق ترجمة نانسي قنقر